بعتلي اعمل حسابي في اربعة مليون طن على سنة مانش عايزهم فورا على سنة الحاض انا موافق وبعتلي فبعتنا زي ما انتوا عارفين مركبين عبوهم وبعد كده راحوا رفضين كلياتا يدو بيترون وتذكروا ده كان الوقت اللي انا اتذنأت الله يرحمه شاهران لما ما كانش عندي احتياطي الا خمستاشر يوم للقوات المسلحة وللبلد ولو حصل اي معركة في ذلك الوقت كان القوات المسلحة تستهلك لاحتياطي ده في ساعات وكان لا البلد ولا القوات المسلحة بعد كده يبقى عندها نقطة البترول بعد ساعات شاهران الله يرحمه انا بعت الاخوان العرب ما تأخروه بس طريقتهم هم مش على بالهم مرتحين ولما قولوا عندي احتياطي خمستاشر يوم يقول لك طب ما فياش حاجة يعني يبعت الوزير وعلى مهله على شهر اتنين يبعت البترول لكن دي معركة لما بعدت لشاهران امحول المراكب من البحر تيجي على اسكندري اللي كانت رايحة اوروبا حولها باللسلك على اسكندري لانه عارف ان دي معركة ما تحتملش والخمستاشر يوم احتياطي القوات المسلحة تخلصوا في ساعتين اذا جرت معركة طب واعملي انا بقى بعد كده دباباتي وقواتي تقف وحتى البلد كلها لانه المخازن المخابز محطات تهربة كل شيء وصدمة القذافي قال ما بديش بعد ما اتعهد مربعة مليون طن على سنة شاهران حول المراكب من البحر وبعت ستمائة الف طن فورا من اللي كانوا في البحر وقال لي وزير البترول يجي ياخد الكمية اللي انت عايزها على بقية المدة ما افتكر اصل الحكاية دي يعني لازم كل شوية كده نفتكر الدين ونفكر اللي حوالينا كله اه زي ما قولتلكوا بعد سنتين من فتح القناة كان بتديني خمسميت مليون دولار في السنة وابطديت افتح البترول خلاص ما احنا عملنا بقى فضل اشتباك الاول ودخلنا عملنا فضل اشتباك التاني فضل اشتباك التاني ما فتحتش بس البترول لا استردت جزء من البترول بتاعنا اللي كان عندي اسرائيل في سين زائد فتح البترول القديم بتاعنا ابتدينا ما نحتاجش بترول من حد ونستهلك الكمية اللي احنا عايزينها ونصدر شيء بسيط احنا بنستهلك 12 مليون طن في الوقتي ده كنا اللي بنطلعه كله حول 15 مليون طن يبقى بناخد 12 لنا وبنبيع 3 ومشينا في الاكتشافات ومشينا في عملية البترول في نفس الوقت عملية القناة ماشي تطوير في نفس الوقت الصناعة ماشي الجاء الغاز لما القناة قدامه بقير بنينا عليه مصنع السماد اللي يعتبر من مفاخر العلم اللي فتحناه السناء اللي قبل اللي فاته مع المانيا الغربي وبنينا في طلخة ماشي على الغاز بتاعبه ماضي لان الغاز بتاع ابو الغردي داخل دلوقتي على وصل حلوان والقاهرة وداخل يكمل في القاهرة والغاز بتاع اسكندرية عمل السماد واتفقنا مع اليابان عشان نعمل عليه الحديد وفي نفس الوقت بنبني مصانع الاسمن عشان عشان نهاية السنة الجاية اتنين وتمانين بإذن الله نبتدي مش بس ناخد الاسمنت اللي احنا عايزينه بل نبتدي نصدر حاجة بسيطة اخر السنة اللي جاي ان شاء الله وقت واحد القناة بتتطور بتديني خمسمائة مليون جنيه لكن بتتطور لأك البترول بتاعي بلاقيه وبدل ما باشتري واستلف وانا كنت باستلف علشان ارجعه بدل ما اشتري واستلف بترولي بطلعه بصدر بسيط الاسمن بتعاقد علشان ابني المصانع الاستماد بتعاقد وابني المصانع ثلاث مدن في القناة في السويس وفي الاسماعيلية وفي بورسعيد بتقوم علشان المهجرين والمرار اللي شفوه وهم مهجرين وكانوا عايشين سمعتوني بقول في يوم ووسط المرحيم لانه قاعدين في مدرسة ثلاث مدن والنهار في الضاعف مع كل الصناعة اللي حكتلكوا عنها دي كلها وانا قاعد احسب الدوايا والألم علشان اه 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 اجمع الفلوس على بعضها عشان احل مشاكل البلد لغاية ما جينا سنة ثمانين الصورة ايه في سنة ثمانين القناة طلعت لسبعمائة مليون والسنة دي ان شاء الله في نهاية واحد وثمانين دي هتقفل على الالف مليون ان شاء الله البترور الاكتشافات دي حاجة انما خليني في اللي في ايدي النهار كنا دي ما قلتلكوا بنستهلك 12 مليون طن وكنت بس تلف جبنا ال 12 طلعنا ال 15 طلعنا ال 20 ل 25 سنة 80 وصلنا ال 30 و 32 باخد 12 استهلكهم وبصدر 20 بالسعر المرتفع زي البترول القناة زي ما حكت لكم دخلت عدة 700 700 مليون فجئ في سنة ثمانين بولادي المصريين المهاجرين اللي برا اللي بيشتغلوا برا والمهاجرين فجئت بيهم بيرجعوا للعيل عشان العيلة المصرية رجع رجعنا عيلة تاني بيبعثوا بيبعثوا كل ما يملكوه بيبعثوه لمصر قام رقم خراض بقى دخل البترول زي الدخل القناة زي الدخل اللي بيبعثوه لي اولادي المصريين اللي برع مهاجرين او مبعوثين او بيشتغلوا في الخارج زائد النشاط اللي بعد الانفتاح مشي في البلد على صورة ما يصدق هاش العقل لانه اتبنى في البلد حاجة اسمها السقة والاستقرار الاول بنينا العيلة رجعنا للعيلة سوى رجعنا الروح العيلة مش 18 و 19 يناير سنة 77 لا دي مكانتش روح العيلة دي كان